ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في جريمة القتل العمد مع اخفاء معالم الجريمة والتي كان ضحيتها شقيقهم واضح بلاغ للمديري العام للامن الوطني ان مصالح الشرطة بسوق الاربعاء الغرب كانت قد باشرت يوم الجمعة المنصرم اجراءات معاينة جتة الضحية بعد العطور عليها بمنطقة خلاء بالقرب من ضوار ولاد بن سبع وذلك بعدما كان يجري البحث عنه لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائه في ظروف غامضة اترى مشاركته رفقة افراد من اسرته في حفل زفاف بالمنطقة واضاف البلاغ ذاته ان الابحة الميدانية والخبرات التقنية المنجزة على العينات والاتار المرفوعة من مصرح الجريمة قد مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في تعريض الضحية للقتل العمد وهو خالو الضحية الذي يبلغ من العمر 22 سنة كما تم توقيف شقيقتين الضحية البالغتين من العمر 17 وعشرين سنة للاشتباه في تورطهما في التخلص من الجتة واخفاء معالم الجريمة وخلص بلاغ المدري العام للامن الوطني الى انه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية بينما تم اداع القاصرة تحت المراقبة وذلك على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الافعال الاجرامية اشتركوا في القناة